دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العث نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دعا إلى مواصلة تعزيز الشراكات الدولية لترسيخ أسس الأمن والاستقرار ومواجهة تحديات التطرف والإرهاب وقال سمو إنه من الضروري أن يتم تحديد ما هي التحديات بواقعية لينعكس ذلك في جهود التصدي لها بعزم ووعي للحفاظ على روح الوئام والتحضر في المجتمعات وحمايتها من مخاطر الفكر المتطرف والتدخل في شؤون الدول الذي تقوم به الأنظمة والجماعات التي تتخذ من الإقصاء والعنف نهجا لتبث بذور الفتنة والنزاع فيما حولها وأكد سمو إن مملكة البحرين وعت لضرورة صد أثر هذه التحديات وقد جعلت المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من مزايا التعددية التي تتسم بها مملكة البحرين عوامل قوة ترفض تقدم الوطن فقد واصلت المملكة جهودها في التنمية والتطور بخطى ثابتة مما أثمن عن نجاحها في برامج تعزيز قوة التنوع الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين ولدى لقاء سموهي بوزير الدفاع البريطاني سيد جافين وليامسون وسيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية المملكة المتحدة والفريق أول الطيار السير سيتوير بيتش ورئيس هيئة الأركان البريطانية والوفد المرافق في إطار إنعقاد أعمال منتدى حوار المنام 2017 في نسخة الثالثة عشر نوها سموه بعلاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة التي تحرص البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة على البناء على الأسس الراسخة التي تتميز بها منوها سموه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر في التعاون والتنسيق على كافة الصعود ونوها سموه بما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تنام مستمر مما أسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة مشيرا سموه إلى دور مرافق تسهيلات الإسناد البحري للبحرية الملكية البريطانية التي تستضيفها مملكة البحرين في تعزيز ذلك كما تناول اللقاء جملة من التطورات الراهنة إقليميا ودوليا من جانبه أشهد وزير الدفاع البريطاني السيد جافن ويليامسون وسيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة والوسط المرافق بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف مجالات التنمية بقيادة جلالة البلك المفدة وتكاتف جهود أبناء البحرين مؤكدين حرص المملكة المتحدة على مواصلة تطوير إطار أطر التعاون والتنسيق المشترك في مع مملكة البحرين في جميع المجالات الحيوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر